صيف جديد يحل ولا جديد في حال العراقيين سوى أنه يحمل معه وعود الأمس القريب والبعيد بتوفير أدنى متطلبات الحياة لهم وعود كانت على شكل بيانات حكومية وتصريحات تخطت حناجر المسؤولين الحكوميين ليس أكثر التحذيرات البرلمانية من عودة المظاهرات في جنوب العراق وتحديدا من البصرة ليست بالمفاجئة فلا جديد يذكر هذا العام بشأن سوء الأوضاع الخدمية والمعيشية في معظم مدن العراق سوى تفاقم ذلك السوء لا وظائف وفرت ولا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب أما الفاسدون فهم باقون في مناصبهم لم يحاسبوا على جرائمهم بحسب الوعود الحكومية أصوات العراقيين التي تعالت لأول مرة في الخامس والعشرين من شباط عام 2011 في أربع وخمسين مدينة لتعلن انطلاق ربيع عراقي رفض الفساد بكل أشكاله الحراك الذي شهدته ساحات وشوارع العراق وجهته آلة القمع الحكومية التي أعادت الكرة تلو الأخرى لإسكات أي صوت يطالب باستعادة الكرامة وإن ذكرت الكرامة فلا بد من تذكر انتفاضة العراقيين السلمية في ست محافظات أواخر عام 2012 والتي استمرت نحو عام كامل دون استجابة تذكر سوى شيطانة تلك الاعتصامات ثم ضربها لاحقا بدبابات القوات الحكومية ثم ما لبثت شعلة التظاهرات الشعبية أن تجددت بعد ذلك في جميع مدن العراق لتكون على أوجها في تموز من العام الماضي في وسط وجنوبي البلاد لا سيما البصرة بعد أن طفح كيل الفساد وتردي الخدمات الأساسية مظاهرات غاضبة انتهت بإحراق العديد من مقرات الأحزاب الحاكمة وميليشياتها الحكومات المتعاقبة اتخذت من التسويف والمماطلة نهجا في التعامل مع أي حراك شعبي رافض لفساد أحزاب العملية السياسية فضلا عن استخدامها العنف الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتغييب المئات في السجون واليوم تنذر الأوضاع الحالية بعودة التظاهرات بقوة في جنوبي العراق لا سيما بعد أن ميع ارتفاع درجات الحرارة الوعودة الحكومية وكشف زيفها من جديد